مساء الخير ناس كتير وانا بعتبر نفسي واحدة منهم ماشيين بدعا الوالدين دعا الام تحديدا دايما بحس ومقتنعة ان دعوات الام هي السند الحقيقي لنا في الحياة هي اللي بتحمينا من مشاكل كتير ممكن نقع فيها طبيعي ان اي ام بتدعي لولدها بالتوفيق بالصحة بالنجاح بالستر بروحة البال لكن امنية بطل القصة حقيقية النهاردة كانت دعواتها غير كده خالص وكانت نتيجتها مصيبة مصيبة كبيرة ربنا يصبرها ويعينها طبعا على اللي هي فيه طب كانت بتدعي بايه وإيه اللي حصل لولدها تعالوا نسمع حكايتها من الأول اسمي أمني وعندي 37 سنة وكنت أم لولدين وبنت إبراهيم ونورة وعبد الرحمن بس هم خلاص راحوا عند ربنا وأنا السبب في موتهم عشان كده ببعت لكم حكايتي يمكن تساعدوني ألاقي حل للنار اللي جوايا خصوصا إن ما حدش عايز يحكمني ويرايح ضميري اتربيت وانا صغيرة في الأرياف وكانت الأمهات حواليا لما تتدايق أو تتنرفز من عيالها بيدوا عليهم ومن ضمنهم أمي وانا صغيرة لما كنت تشاء أو أكثر حاجة في البيت أنا واخواتي كنا بنسمع دعوات صعبة قوي زي مثلا ربنا يبتليكي بمصيبة جاتك ضربة في قلبك إلهي ما يطلع عليكي نهار روحوا ربنا ياخدكو وارتح منكو ومن عميلكو كنا في الأول بنخاف بنخاف قوي من دعوات أمي الصعبة خصوصا إننا اتربينا على إن دعوة الأم مجابة وإن فيه ساعة إجابة بتكون فيها أبواب السماء مفتوحة بس مع الوقت لما لقينا إن دعوات أمي عادية وإني أنا وإخواتي عايشين مفيش حاجة بتحصل لنا جسمنا ومشاعرنا نحاسوا وبطلنا نخاف وساعات كانت أمي تتشال وتتهبد ويعملها تدعي علينا وإحنا بناتحك ولطميني أكتر إنها لما كاب بتهدى وتروق كاب ببوسنا وتحضرنا وتقولنا الكل ده من وراء قلبي الأمة بتدعي علي عيالها وتكره اللي يقول أمين ولو لساني قال كلمة كده ولا كده دايما قلبي بيقول بعد الشر وبيدعلكم في السر لحد ما كبرت وبقيت شبه أمي لما جوزت وخلفت مع إني كنت بقول وأنا صغيرة مستحيل مستحيل لما أكبر أعمل زيها لكن يظهر إننا بنشرب من أهلينا كل حاجة وبنلاقي نفسنا بنقلدهم من غير ما نحس لما نكبر ولادي الله يرحمهم كانوا أشقية جدا كانوا دايما بيحطوا رأسهم في رأس بعض بيعملوا كوارث مرة ولعوا في الشق ومرة حفروا في الحطان وبهدلوها ومرة كان يغم علي لما لقيت اتنين منهم ركبين صورة بلكونة وعملينوا حصان وإحنا في دور عالي كنت بقى جنن منهم ببقى مش فوعي من كتر شقوتهم وافضلاتي عليهم بعصبية دعوات شبهة اللي أمي كان بتدعيها رغم أن الجيران كانوا بيتدعقوا من تصرفات عيالي بس كذا جار اللي كانت تلومني وتقول لي حد يدي على أولاده كده حد يدي على أولاده الدعوات الصعبة دي حرام عليك يا شيخة ده إحنا قلبنا بتقبض لما بنسمعك وانت بتدعي افردي ربنا استجاب والعيال جار لهم حاجة كنت برد على جيراني نفس الردود اللي أمي الله يرحمها كان بتقولها لنا زمان كنت بقول إن كل ده كلام من وراء قلبي الأمي بتدعي على عيالها وتكره اللي يقول أمين اللسان بيدعي من غلبي بس دايما قلبي بيقول بعد الشر وساعات تانية كنت أرد على الجيرانب عصبية وأقول لهم اللي متعاطف مع الشقاوة وقلة الأدب دي ياخدهم عنده عشان يقولوا إن الله حق أصل الكلام ببلاش وبعدين أبوهم لما بيعملوا مصيبة ما بيمسكش غرفية ويقول لي كنت فين يا هانم وإزاي تسبيهم يعملوا كده لحد ما جات اللحظة اللي كسرت قلبي ودمرت حياتي واكتشفت فيها إن الدعوة ساعت بتستجيب تعرفي إن أنا بجد والله العظيم مش كلامه خلاص لما قريت رسالتك قلبي تقبط كنت حاسة إني أقرأ حاجة وحشة طول ما أنا عملة أقرأ الله يرحمهم وقعدت أقرأها كذا مرة وأنا بذكرها دي مش أول مرة أكيد أقرأ فيها الرسالة قريتها وذاكرتها قبل الحلقة كذا مر الرسالة صعبة جدا كلها مقرأها قلبي بيوجعني يعني بحسني عارفة لو مش قادرة أكمل لازم بقولي يا رب بيطلع فيها حاجة حلوة في الآخر يمكن نقدر نساعدك يمكن الناس تشوف مشكلتك تتعلم منها بس لما عرفت إنه ما كانش فيه في قدنا حاجة جيت أقرأ الرسالة يمكن الناس تتعلم منها ومنها في يوم في النادي قعدت أصوت قعدت أصوت واصرخ جريت وراهم بعصاية المساحة وضربتهم من غيزي وقهرتي قعدت أقول إلهي تغرأوا متلاقوا حدي ينجدكم فضلوا عياتوا من اللي عملتوا فيهم وأنا فضلت أسحب المياه لحد ما اليوم خلص على خير والعيال جت صلحني والأمور مشيت عادي كأن ما حصلش حاجة بعد ما خلصت أجهزة الصيف مع بداية الدراسة بحاجة بسيطة العيال اتقلب بيهم الميكروباس اللي رايح كمواديهم المدرسة اتقلب في الترع يا سيلي وعيالي الثلاثة غير قوماتوا لما جا لي الخبر بقيت عمالة أصرخ وقلتم وقطع في شعري وأنا بص للسماء وبقول خلاص يا رب سماح ما كانش قصدي يغرأوا ما كانش قصدي إنهم يروحوا مني طب رجعهم لي تاني يا رب وسماح المراضي والله العظيم ما هدى عليهم تاني ده أنت عارف أنا بحبهم قد إيه وكنت بقول كده من وراء قلبي وفضلت في حالة النيار لدرجة أني رميت نفسي في الترع عشان أحصلهم وعاقب نفسي بنفس الطريق بس ما متش يا سيلي ما متش مش عارف أروح لهم والعارف أرجعهم تاني لحضني جابوا لي مشايخ عشان يقولوا لي إن اللي انتحر حرام وحد منهم قال لي لو ما ودتي نفسك مش هتروحي لعيالك لأنك هتبقي ميتها منتحرة وفي عذاب الله وهما في الجنة وأحسن حاجة ليكي هي الصبر والاحتساب نفسي نفسي الشرطة تقبض علي بتقومة أني قتلت عيالي أنا اللي دعيت عليهم نفسي حاكموني ويشنعوني عشان أحس أني كفرت عن زنبي وارح لهم نفسي حادي يريحني بس بس مش لاقي محدش عايز يجاوبني بصراحة يا سالي هل أنا فعلا اللي قتلت عيالي هل دعواتي عليهم استجابت هل زنبهم فرقبتي وخلصت رسالة أمني مليانة أسئلة صعبة كتير أنا مش عارفة مش عارفة جاوب عليها هل دعواتها فعلا استجابت ولا لأ طب دعواتها كانت سبب في موت ولدها طب لو ما كانتش داعة كانوا هي يعيشوا طب بتعمل إيه هي دلوقتي عشان 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 تتجاوز اللي حصل للكل وتعمل إيه عشان هي تتخلص من إحساسها بالزنب عشان تبطل محاولات الانتحار إحساس صعبة جدا يعني أنا ما أنا ما جربتش غلاوة الضنة بس جربت إنك تدعي على حد حتى لما ربنا بيستجيب ساعات بتقوله خلاص يا رب أنا ما أنا مش عايز حقي بس يموتوا بنفس الموتة اللي هي قالتها وما لقوش فعلا حد ينجدهم وماتوا غرقانين استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة